أعلنت أنيابة العامة في المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس اليوم عدم احتواء الضرف المشبوه الذي وصل إلى رئاسة الجمهورية الاثنين الماضي على أي مادة مشبوهة سامة أو مخضرة أو خاطرة أو متفجرة وقالت نيابة في بيان إن الإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية أجرت اختبارات فنية على الضرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية بطريقة علمية فتبين عدم تشكيله أي تهديد وأضفت نيابة أنه تمت إعادة الضرف الممزق لمصالح رئاسة الجمهورية بنفس تاريخ استلامه أي يوم الثلاثاء الماضي وهذا بعد إجراء الاختبارات الفنية المطلوبة من العاصمة تونس مراسلنا جلال موانع جلال لا زال الرأي العام التونسية رحى ربما عدة تساؤلات بشأن حقيقة ما حدث خاصة بعد بيان النيابة العامة الرسمية اليوم ما تفاصيل؟ نعم سهام يستمر الجدل في تونس بشأن حادثة تسميم أو محاولة التسميم الرئيس التونسي قيس سعيد وفق رواية الرئاسة التونسية وما جاء في بيانها أمس الخميس هذا الجدل احتدم طبعا بعض ما كشفت عنه النيابة العمومية اليوم عشية اليوم في تونس من أن هذا الترد المشبوه الذي وصل قصر قرطاج لا يحتوي أي مواد سامة أو خطرة طبعا التونسيون اليوم أمام روايتين رسميتين متناقضتين بين رئاسة الجمهورية والنيابة العامة في تونس ردود فعل متباينة على المستوى السياسي أيضا حتى على مستوى الشارع التونسي ومطالب بالكشف عن حيثيات هذه القضية حتى بالقرار الذي أعلنته أو كشفت عنه النيابة العمومية في تونس ردود الفعل كنا قد رسدناها اليوم سيهان في سياق هذا التقرير نتابعه ثم نعود لا يزال الغموض يلف محاولة تسميم الرئيس قيس سعيد رواية الرئاسة التونسية لم تقنع كثيرين قيادي حركة النهضة يرون بأن هذه القضية هدفها إرباك الوضع السياسي في البلاد نعتبر أن هذا هو لإرباك الحالة السياسية خاصة بعد نجاح المصادقة في المجلس على التحوير الوزاري وهناك من يريد أن يؤجج الخلافات التي هي في النهاية جزء من اللعبة الديمقراطية لا نتهم أحدا لا الرئاسة ولا المجلس ولا الحكومة السلطات التونسية فتحت تحقيقا في قضية تهدد أمن رئيس البلاد دون الكشف عن حيثياتها محاولة استهداف الرئيس سعيد قد تفاقم وفق متابعين الأزمة السياسية في البلاد كل الاتهامات سوف تذهب نحو رئاسة مجلس الشعب وكذلك نحو رئاسة الحكومة ثانيا قد تكون على مستوى بعيد المدى قد تكون لها تداعيات خاصة على مستوى شعبية كل من قيس سعيد وكذلك رئيس الغنوش وكذلك حتى يشام المشيشي في مستوى الشعب تتباين الآراء في الشارع التونسي بين التشكيك والتضامن مع رواية الرئاسة التونسية حول وصول طرد مشبوه لقصر قرطاش تعودنا برشا في تونس بالكذب وبالتمثيليات وبالأطراف ومؤامرة ومناورة وكل حاجة هذه لازم تكونوا رأيها معناها ما عادش ثم مصدقية في تونس وفي ظل الأزمة السياسية والدستورية بين السلطات الثلاث يحظر مراقبون من تدعية هذه القضية على الشارع التونسي لا سيما بالنسبة إلى مؤيد الرئيس جلال موانع الخرى تونس حالة من الترقب في تونس لنتاج التحقيق القضائي ورغم ما كشفت عنه النيابة العمومية إلا أن الأسئلة ربما زادت في تونس اليوم لبحثا عن حقيقة ما جرى سوى داخل قصر قرطاش أو على مستوى البحث في وزارة الداخلية التونسية والفرق المختصة في البحث الجنائي هناك خشية أيضا على مستوى الشارع التونسي من تداعيات هذه الحادثة في ظل ما يعتبره البعض صمت القصر الرئاسي وعدم الرد ربما عن رواية النيابة العامة ربما في الساعات القادمة سيوضح رئاسة الجمهورية ما ذهبت إليه النيابة العمومية أيضا هناك خشية من التداعيات على تفاقم الأزمة السياسية في البلاد لا سيما في ظل الخلافات المعقدة بين السلطات الثلاث جلال تسمعني هل من تفسير للوضع الصحي الذي واجهته ربما مديرة الدوان مع أحد مساعدها بعد فتح هذا الظرف هل خرج أي تفسير خاصة من ناحية المصالح الصحية أو المستشفى الذي توجهت إليه بعد إصابتها بهذا الإرهاق؟ على مستوى رسمي أو على مستوى رئاسة الجمهورية سهام لم يرد إلى حد هذه اللحظة أي تفسير بل ربما هناك نوع من الحيرة في الشارع التونسي ومطالب حتى في الأوساط السياسية والحقوقية بتبيان الوضع الصحي لمديرة الدوان الرئاسي نادية عكاشة ومطالب معرفة ربما التحاليل التي خضعت إليها للتأكد من مدى صحة رواية القصر الرئاسي بوصول طرد مشبوه ربما يحمل مادة سامة هذا ربما مطروح في الساعات القادمة لتوضحه أكثر الرئاسة التوريسية ونحن بانتظار كل ذلك جلال موانع مراسلنا من تونس شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل وسنحاول مشاهدين بحث هذا الموضوع مع محلل السياسي نزار مقني الذي ينضم إلينا كذلك من تونس إن كان جاهزا معنا الآن طيب سيد نزار مقني أهلا مرحبا بك بداية انتظرنا بيان رسمي للنيابة العامة حول منابسات هذا الموضوع وها هي تقول إن هذا الظرف لا يحتوي على أي مادة سامة وبالتالي تفند كل ما تم الحديث بشأنه كيف قرأتم أنتم هذا البيان وحتى بيان الرئاسة الذي سبقه شكرا على ذا الاستضافة ما يمكن أن نستشفها ونستنتجه من حرب البيانات التي جاءت بعد خبر تسميم مدير الدوان رئيس الجمهورية نادي عكاشا أن الدولة ومؤسسات الدولة دخلت في شبه حرب بينها بشبه حرب بينها تصريحات وتصريحات مضادة ومثل هذه الحرب الكلامية بين هذه المؤسسات قد تقحمنا قد تقحم تونس في دوامة جديدة من الفوضى الفوضى التي بدأت منذ أكثر من سنة حتى قبل أزمة كرونة من هنا يجب أن نعجل نتحدث عن هذه الحادثة سيد نزار مقني وصول هذا الطرد الحديث حول إصابة مديرة الدوان الرئاسي بأعراض خطرة وحتى بمساعدها أنياب العامة اليوم تقول أن الظرف لا يحتوي على أي مدى سامة كيف يمكن فهم كل هذا السيناريو؟ سامة نعم ما يمكن أن نستشفى ونستنتجه كما قلت لك أن الحقيقة غير مكتملة الصورة غير مكتملة لأنه اليوم مع التحقيق يجب الذهاب نحو تبيان نتيجة التحليل الطبية على كل من نادي عكاشر رئيس ديوان رئيس الجمهورية ومساعدها اللذين أصيبها بعمى طفيف بعد فتح هذا المغلف هذا من جهة أخرى وبعد تقول البيان بين الرئاسي يقول أنه تم تمزيق هذا الظرف ورمي في ألة تمزيق الأوراق يجب الذهاب نحو تعميق الأبحاث على مستوى قصر الجمهورية لبيان هل هناك في سلة المهملات سلة مهملات قصر القرطاج ما يمكن أن يدل على وجود مثل هذه المادة من جهة ثانية من جهة ثالثة يجب كذلك العمل على أن تكون هناك اتصال أزمة حول مثل هذه العملية لأنها ليست أزمة بالهينة بل هي تمس العصب بالأمن القومي التونسي إن لم نقول لرأس الدولة التونسية وذلك يمكن أن نستشفى خاصة من حالة الاهتمام الكبير على المستوى السياسة الدولية بمثل هذه العملية وإن كان هذا الملف أو هذا الموضوع تشبه عدة تساؤلات في رأيكم من أخفى الحقيقة؟ ولماذا؟ لا أرى أن هناك من يخفي الحقيقة بل أرى أن هناك من أعمق من ذلك ويمكن أن نقول أعمق من ذلك على مستوى مؤسسة الدولة هناك عدم ثقة اليوم حتى في البيانات التي تطلقها النياب العمية وهي الممثلة للقضاء وكذلك حتى من قبل رئيسة الجمهورية المواطنة البسيط التونسي البسيط لم يعد لديه ثقة في مثل هذه البيانات خاصة وأن هناك عديد الأصوات التي ترى أن القضاء التونسي مثلا غير نزيه وغير عادل وأنه يخضع لجملة من الضغوطات السياسية من قبل بعض الجهات السياسية النافذة وهذا ما يطرح عدم ثقة المواطنة في بعض البيانات التي تصدر من قبل القضاء التونسي وحتى من قبل الأمن التونسي كذلك من جهة أخرى وحتى من قبل الأدرانشة ولكن كما تبعنا منذ يوم الاثنين منذ وصول هذا الظرف هناك تضارب للروايات بيانين مختلفين من الرئاسة وحتى وحتى النيابة العامة في رأيك هل هذه الحقيقة أخفيت تفاديا لإرباكي الحالة السياسية؟ هو يعني لإرباكي الحالة السياسية ممكن أن نقول أن ذلك موجود بنيا أو بأخرى من قبل رئاسة الجمبورية هذا موجود لكن في نفس الوقت يمكن أن نستشفهم أنه يمثل أزمة اتصال بالنسبة لرئاسة الجمبورية في مثل هذه الحالات وليس الحالة الأولى التي تمر برئاسة الجمبورية كانت هناك فيما قبل ذلك يعني أزمة اتصالية لأنه لا يوجد ناطق رسمي لا يوجد مسؤول عن الاتصال برئاسة الجمبورية لكي يمد الرأي العام بكل تطورات التي تحصل على مستوى مؤسسة رئاسة الجمبورية أو حتى تقديم بيانات آنية في عديد من القضايا سواء ذلك قضايا الوطنية الداخلية في تونس أو حتى القضايا الدولية هذه الأزمة هي التي قد تطرح قد تذهب نحو أن يكون الرأي العام أن يتخذ يعني الرأي العام أن يتخذ عدة مواقف سلبية توجاه رئاسة الجمبورية ويفتح الأبواب التصريحات والتصريحات المضادة التي لا تزيد ولكن هناك من قال لا تزيد إلا في الطين بل في هذه الحادثة سيد نزار أنه الهدف منها كان تأجيل الخلافات السياسية خاصة بعد خلاف آخر يعني ظهر بين رئيس الحكومة ورئيس قيس السعيد بعدم رضاه عن بعض أسماء الوزراء الجدد كيف ترى أنت؟ نعم من الممكن ذلك لكن أرى أن هذه الأزمة أزمة الظرف المشبوه لم تغطي على أزمة الإجراء اليمين الدستورية من عدمه لأن النص الدستوري حسب الفصل 89 من الدستورة كذلك حسب الفصل 92 المنظم للسلطات يشير إلى أن أداء اليمين الدستورية من قبل أي وزير جديد هو واجب من قبل رئيس الجمهورية ولا يمكنه التراجع عن ذلك أرى أن يجب على الدولة أو مؤسسة الدولة أو كذلك المشرفين على السلطات في الدولة ليس لدي وقت ربما أضطر إلى أن أختم ولكن هناك سؤال مهم جدا باختصار لو سمحت لي سيد نزار يعني من المستفيد من هذا المشهد أو من المتضرر في هذا المشهد هو المشهد السياسي عموما المستهدف كان الرئيس المستهدف كان الحالة السياسية الغير مستقرة والحالة حالة الشارع كذلك غير مستقرة في هذا الإطار من؟ المستهدف المباشر هو المواطن البسيط والشعب البسيط الذي تحت ويلات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة ومن يستفيد من هذه الأزمة إلا بعض من المتنفذين داخل السلطة والذين يريدون أن تعفن أكثر الأوضاع لكي يستفيدوا من ذلك على مستوى السياسي وكذلك حتى على مستوى الاقتصادي شكرا جزيلا لك سيد نزار مقني المحلل السياسي حدثنا مباشرة من تونس شكرا لك